اشتركوا في القناة في الرنج واحنا شغالين بنعمل بها تطبيقات الويب احنا ممكن نستخدم تلت طرق ممكن نستخدم تلت طرق طبعا انا كل ده كنت بتسلى معاك يعني كل اللي احنا كنا بنعمله التجارب اللي احنا عملناها والشغل اللي احنا بنجرب فيه والكلام ده كله كل ده انا ايه بتسلى معاك بنبدأ يعني مع بعض لكن اللي انا عايز اقولهولك دلوقتي ان فيه تلت طرق مع بعض احنا هنتعلمهم واحدة واحدة ان شاء الله تمام او هنتعلم الاساسيات بتاعة الويب من خلالهم اساسيات الويب اقصد بناء الويب بالرنج يعني ده اللي انا اقصده يعني مش اساسيات الويب يعني اتش تي مل و سي اس اس و جابس كي لا اقصد اساسيات الويب بلغة الرنج يعني خلاص عندنا تلاتة التلاتة دول انا عايز اقولهم لك دلوقتي خلاص التعامل مع الويب باستخدام الاوبجيكتز التعامل مع الويب باستخدام الايه الاوبجيكتز و دي عبارة عن ايه عبارة عن اننا عندنا اوبجيكت و انا بستخدمها علشان اطلع الويب بتاعي يعني انا مش بكتب اتش تي مل او بكتب مثلا اتش وان او بكتب فورم او بكتب امبوت لا ده انا عندي اوبجيكت جاهزة بستخدمها بتنتج لي الموضوع ده على طول ماشي دي كده ايه اول طريقة خلاص عايزك بقى تركز معايا لو سمحت اول طريقة عندنا ايه استخدام الاوبجيكتز ماشي و دي زي ما قلتلك عليها زي ما قلتلك ايه عليها ان انا عندي اوبجيكتز بستخدمها على طول و بزبط جواها الخصائص بما يتناسب معايا يعني مثلا ممكن اعمل امبوت وحط جواه قيمة ممكن اعمل امبوت وما حطش جواه قيمة ممكن اعمل امبوت واسميه باسمه برحتي اعمل اللي انا عايزه خلاص دي كده ايه الاوبجيكتز احنا لسه ان شاء الله هنشرح الكلام ده قدام تمام يعني هنتعرف على الاوبجيكتز وهنتعرف على الحاجات التانية بس انا دلوقتي بحط الاساس ليك عشان انت بفاهم احنا شغالين ازاي تاني حاجة عندنا هنشتغل بيها هي الفانكشنز تمام ودي عبارة عن فانكشن جاهزة نفس القصة بتقدي الغرض تمام نفس القصة بس بدا الابجيكت لأ دي ايه فانكشن فالفانكشن دي ببعت لها شغلي بطريقة معينة خلاص برضو ايه هنتعرف عليها تمام تالت طريقة عندي وهي الطريقة الاكثر شهرة وهي التمبلت طبعا التمبلت دي بتبقى اني انا عندي قالب او او تمبلت تمام بربطه مع صفحتي اللي هي متكودة بلغة الرنج وببعت متغيراتي وبستلمها في التمبلت وبعمل اللي انا عايزه فيه وبكتب في التمبلت اكواد الرنج عادي يعني بكتب جوه اكواد رنج بتحكم فيها بفضل اللي ما فيش اي مشكلة خالص تمام فاحنا بقى هنعمل ايه احنا هنتعرف على التلات طرق دول فيما بعد ان شاء الله يعني هنبدأ نتعرف على الوبجيكتز ازاي بنعملها ازاي بنكتبها ازاي بنستخدمها تمام باستخدام خلاص نتعرف نتعرف عليها نتعرف ان شاء الله مرة الجاية بعد كده المرة اللي بعدها نتعرف على الفانكشنز نتدرب عليها وازاي بتتكتب وايه هي الطريقة بتاعتها تمام بعد كده المرة اللي بعدها هنتعرف على التمبلت ازاي باستخدم التمبلت باستخدام عام او اللي هو الاستخدام الطبيعي العادي خلاص بعد كده بقى هنبدأ ايه نتعمق اكثر يعني بعد ما نخلص نتعرف على التمبلت هنبدأ ايه نتعمق اكثر انا ليه بدتك تلت مسميات دول دلوقتي علشان وإحنا شغالين انت اللي تبقى عارف انت ايه انت اللي تبقى عارف لما ايجا اشتغل معاك تقول اه ده ده شغل بالايه بالأوبجيكتز ده حاجات جاهزة في المكتبات بتاعت الرينج بتاعت الويب يعني ماشي او الطبعا اللغة على طول بتتطور ممكن نلاقي حاجات زادت حاجات تحسنت حاجات تطورت ممكن انت تطور حاجات لنفسك الى اخر هذه المواضيع المهم تبقى عارف تطور لانه اللي هنشتغل بهم بعد كده بازن الله الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لنا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وتنشرها وبتشارك ربضنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر ويتاخد سواب على كل حاجة بتنشرها لليه اشتركوا في القناة